السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيارة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب أو متن مختصر او wurden قبل أن نبدا بدراسة هذا الكتاب نسأل أسئلة خمسة عندنا خمسة أسئلة برينجي دن قل كتب توقف باشتار دمور دا بيش سورو برينجي دي بيش سورو بر السؤال الأول برينجي سورو لماذا ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة لماذا ندرس أولا التوحيد لماذا ندرس مثلا الفقه أو ندرس الحديث أو أي شيء من هذا ندرس التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة لبتوحيد لا يدخل جنة إلا موحد لا يقبل الله سبحانه وتعالى خلقنا لتعالى خلقنا لتوحيد تكثير الحسنة ب Rouxal يمكنك أن النجاح يكون قمت بخلقنا لتعالى خلقنا لتعالى extended يقول اشراح لهذا التوحيد عندما تتعرف التوحيد هذا يعني هذا الشهاد الزور هذا كذب إذا كنت تعرف التوحيد هذا يعني هذا الشهاد الزور هذا كذب ثم ممكن أي إنسان مثلا يسأل واحد منه يقول هل أنت مشرق تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك يقول طيب إشراح لي بأين لي ما هو الشرك الذي حرم الله عليك إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا كنت تعرف التوحيد إذا كنت تعرف التوحيد نعم هذا هو السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد يعني أشهل بيهنًا سؤال الدعوال لسعود ترجمة نانسي قنقر